السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم عزيزي. كميلا لكم اليوم الجزء الثاني. باليوتيوب الاول قدمنا او سوينا وياكم خطوات عمل الجسم بهذا الشكل اللي شوفوه وخيطته من الخل. هس شرح نسوي رح نسوي الجسم. رح نحطه بهذا الشكل. الظاهر امامكم. رح نحسب اول فراغ ثاني فراغ. ندير الشغل. جهة ليمنى وجهة ليسرع نفس الحساب. اول شي رح نبقيه من جهة اللي بنى. نجيب الخيط. ندخله. قبل فراغ. نسحب. رح نرتفع ثلاث سلاسل. واحد. اين. ثلاثة. هاي نحسب هالغرزة الاولى. واش رح نشتغل. احنا ادنا واحد مين ثلاثة. نحوق فوق كل غرزة من هاي الغرس. عمود. واحد. هذا عمود. نسحب الخيط ثاني واحد نسوي عمود. نتأكد انه هو. كل عمود فوق عمود. هاي اثنين. سوينا. هسه هذا العمود الثالث. سوينا ثلاثة عمدة. هسه ش رح يجي? يجي هذا الفراغ. هذا الفراغ نسوي بيه عمود. عمود. بعد ما كمنا نكرر نفس الخطوة. لدينا واحد. اين. ثلاثة. سوي عمود. فوق كل عمود. من هاي الغرس لثلاثة. واحد. اين. ثلاثة. ثلاثة عمودة. رح يجينا الفراغ. نرتفع عمود. رح على الجهة الثانية. رح نسوي عمود. داخل الفراغ الاول بالجهة اليسرى. بعد ما كمنا نحن عدنا واحد. اين. ثلاثة. نسوي ثلاثة عمودة. عمود فوق كل عمود. واحد. اين. ثلاثة. كمنا. ثلاثة عمودة. عمود فوق كل عمود. رح يجينا الفراغ. الفراغ اللي نسوي بداخل العمود. وراح نكرر نفس الخطوات. كل فراغ عمود. وثلاثة عمودة. كل عمود من هاي العمودة. نحوق فوقها عمود. عمود. ونكمل الى ان نوصل المكان اللي بدينا من عنده. الشورة. رح نحوق. ثلاثة عمودة. واحد. ثلاثة. رح يجينا الفراغ. نسوي عمود داخل. الفراغ. ونكرر. الى ان نوصل المكان اللي بدينا من عنده. شغل. بعد ما كملنا عمود فوق كل عمود. وصلنا اول عمود. اولة للسلاسل اللي ارتفعنا بيها. رح نغلق. بهذا الشكل. ونرتفعت للسلاسل. واحد. اثنين. ثلاثة. هسه احنا صار عندنا. عدد الاعمدة. ثنين واربعين عمود. صار هذا الشكل. عدد الاعمدة ثنين واربعين عمود. يساو اش رح نسوي رح نحوق عمود فوق كل عمود. نحوق سرع وين. عمود فوق كل عمود. هاي السرة الاول نحوك عمود فوق كل عمود واحنا عدنا عدد لعمدة 42 عمود نحوك سراوين ونرجع عمود فوق كل عمود بعد ما كملنا سراوين صار عدنا هذا الشكل هس راح نسوي القدم الاولى احنا اخر غرزة راح نغلق الشغل باول سلسة للسلاسل اللي ارتفعنا راح نغلق الشغل نرتفع للسلاسل واحد اتنين ثلاثة هس راح نحسب نحسب احنا عدنا 42 غرزة يعني هايكون واحد وعشرين عفو 42 عمود هايكون واحد وعشرين عمود للقدم اليسرى واحد وعشرين عمود للقدم اليمني نحسب هذا اردي واحد ونين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هاي هدعش النص نحط علامة هاي الامام نيجي على الخلف نحسب من المكان اللي ارتفعنا من عنده العمود البعدة نحسب عشرة هذا العمود اللي ارتفعنا نحسب عشرة واحد ونين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هاي هذا العمود راح ندخل للقبرة نتأكد شون نتأكد نحرف احنا شغلنا صح الجهة اللي يمنى يكون عندنا واحد وعشرين عمود الجهة اللي سرى واحد وعشرين عمود ونحسبهن واحد ونين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد وعشرين صحيح ابنها هاي الجهة اللي سرى واحد وعشرين عمود الجهة اللي يمنى واحد وعشرين عمود راح نخلي علامة نخلي العلامة الأولى العمود والعلامة الثانية يسا راح نسوي واحد وعشرين عمود باليمي واحد وعشرين عمود باليسار بس أول شي راح نشتغل الجهة اللي يمنى واحد اين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مانية تسعة عشرة خضاء مدعش نتأكد من العمودة مين أربعة ستة ثمانية عشرة عشر سوين حنروح نروح للعلامة اللي خليناها احنا قلنا دعاش 16 اهي صحيح شغلنا ندخل واحد نشير الشغل قلنا عشرة عمودة واحد اتنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة مانية تسعة عشرة العمود الأخير عشرة نغلق الشغل بأول ثلاث سلاسل اللي ارتفعنا بهم وهسا نحسب نرتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة اذا تدون تتأكدون انه احنا شغلنا صح نحسب يكون عندنا عدد العمودة واحد وعشرين عمود واحد اتنين هذا أقول نحسب ثلاثة اربعة ستة ثمانية عشرة ثماناش اربعة اتنين ستتاش ثمنتاش اتنين واحد وعشرين هذا قردي حسبنا هسش رح نسوي رح نحوق عمود فوق كل عمود من هاي العمودة احنا عندنا واحد وعشرين عمود نحوق عمود فوق كل عمود من هاي العمودة الى ان نوصل المكان اللي بدينا من عنده الشغل بعد ما كملنا العمود الأخير واحد وعشرين عمود عدنا نغلق الشغل باورة للسلاسل ارتفعنا بيهن هسا بعد ما كملنا بهذا الشكل رح نسوي عشر سراوات يعني حنسوي عشر سراوات عمود فوق كل عمود بهذا الشكل اللي باغر امامكم رح نحوق عشر اعمدة ونرجع بعد ما كملنا صارتنا هذا الشكل فالاني اول شي قلت انه احنا نسوي عشر سراوات سويت عشر سراوات طلع الحجم كبير فاش رح نسوي رح نسوي ثمان سراوات عمود فوق عمود فبهالحالة سوينا ثمان اعمدة اللي عفو ثمان سراوات هسا آخر غرزة نغلق الشغل بعد ما غلقنا صارتنا هذا الشكل سنجي على القدم الثانية رح نبدي نشتغل وهمين عندنا عدد العمدة واحد وعشرين عمود نبدي البداية ندخل باول عمود رح نرتفع بس ندخل بطريقة صحيحة نرتفع تلس سلاسل واحد اتنين كذا هذا العمود الاول سنجي على العمود الثاني وهم نشتغل بيه والعمود اللي بعدها ونحاول نسحب الخيط بيهنا حتى ما يفتح عندنا الشغل فس رح نحوك عمود فوق كل عمود من هاي العمودة الى ان نوصل الاخر عمود بعد ما كملنا نحسب العمودة انه احنا عدنا واحد وعشرين عمود دنين أربعة ستة تمامية اذنido 12 16 12 21 أدنا 21 عمود هسا نغلق باول 3 سلاسل اللي ارتفعنا بيهن هسا رح دنين 3 ونرتفع تلس سلاسل رح نسوي عمود فوق كل عمود من هاي العمودة نحن نفعل القدم اليمين 8 أعمدة القدم اليسار نفعل 8 أعمدة نفعل نفعل قدم 7 أعمدة وعند نفعل قدم 6 أعمدة بعد أن نفعل قدم 7 أعمدة نفعل هذا الشكل نقطع الخير نفعل الجسم هذا الشكل ظهر أمامكم وإن شاء الله باليوتيوب القادم نكمل لكم خطوات عمل القدم والذرع والرأس